متابعيني الأعزاء على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عودتكم دايماً بجلكم بكل جديد على موقع كنفا النهاردة جاي لكم بأبليكيشن جديد في نيو أند نوت وورثي أو لما تخشي على الأبس هتلاقيه موجود عندك باسم شابي كراب شابي كراب يعمل إيه؟ بيعمل كراب للأميجز بس بطريقة مختلفة طريقة مختلفة أنه أنت بتختار الجزء اللي أنت عايز تعمله كراب فبالتالي حيساعدك الموضوع ده بشكل كبير جداً لما تكون عايز تشير البيكجراوند لكن مش عايز تشير كل حاجة في البيكجراوند عشان نفهم أكتر يلا بينا نشوف شابي كراب داخل كنفا يلا بينا هقول يوز إيه نيو ديزاين وأبتدي أن أنا أن أروح لليوتيوب سابنال لو رحت لأي صورة زي دي هنا واخدأ أبعاد اليوتيوب سابنال مثلاً في بعض الأحيان لو أنا رحت دست على الاميج بتاعتي وعملت ادت اميج بيجي ريموفر علشان يشلي البيكجراوند حنشوف مع بعض الصورة بعد ما اتشاء البيكجراوند بتكون شكلها عامل إزاي بيبقى الشخص فقط هو الموجود والبيكجراوند هو بيبتدي إذا كان الاصطناعي ديتكت الأبجكت الأساسي اللي هو هنا عندي الشخص اللي ظهر في الصورة وبيشلي البيكجراوند طب لو أنا مش عايزة أشير كل البيكجراوند يعني عايزة جزء فقط في البيكجراوند يكون موجود هعمل إيه في الحالة دي بختار الشوبي كروب تعالوا كده نستخدموه ونشوف حيعمل إيه لو رحت مرة تانية للصورة بتاعتي هروح أعمل لها سيد أميج أس باكجراوند وحبتدي أروح لي الأبس ومن الأبس هقول شوبي كروب هنا هبتدي أعمل select على الصورة بتاعتي اللي هي already الصورة كاملة وهنا هتبتدي تظهر عندي هنا في ال preview هبتدي أحدد من خلال الصورة دي إيه الجزء اللي أنا عايزة موجود في الصورة هبتدي أحدد بالمنظر ده كده هقف هنا الناس اللي قبل كده اشتغلت على الفوتوشوب ممكن تقدرناها كمان إيديها تكون متحكمة أكتر في عملية التحديد أنا عايزة الجزء ده كله يكون ظاهر عندي زي ما أنتم شايفين كده أهو أحدد أحدد بالشكل ده كده أنا اخترت الجزء ده ظهر عندي هنا في ال preview لو عملية crop أو القص عجبتني ببتدي أقوله add to design وبيبتدي يحطهولي في design كمان لو أنا حبيت أن أنا أعمل blur يعني للخلفية نفسها أروح كده أقف على الخلفية وأروح أعمل edit image وأروح للإفكتس وأختار البلير وهنا أحدد الwhole image وأقلل intensity بتاعتها بالمنظر ده كده إيدي الصورة حط الصورة دي كده على الخلفية هتلاقي إن الخلفية الخلفية blurred مع عدد الجزء اللي أنا حددته معي وظاهر فيه الشخص بالمنظر ده كده لو فيه جزء عايز تمسحه في الصورة اللي معمول لها أي قص تبتدي تقف عليه وتروح لإدت image وبتدي تروح لماجيك الريزر وتبتدي تشيل بقى تقلل للبراش كده وتشيل الحاجات اللي أنت مش عايزها مثلا أنا عايزة الجزء ده مبقاش موجود أبتدي إن أنا أحدده في البراش الجزء اللي أنا مش عايزة يكون موجود طبعا أنا إيدي إيه مش دقيقة قوي في عملية التحديد بالمنظر ده كده وأبتدي أحدد الجزء اللي أنا عايزة أعمله إريز من الصورة وأبتدي أعمل إريز وأرجع مرة تانية حتبقى الصورة بالمنظر ده في الحالة دي أنا بعمل بلير على الجزء اللي أنا عايزةه خلاص بقى الهول image ما ألقش وهنا أنا لما جيتش شلت الباكجراوند فأنا هنا ما شلتش الباكجراوند كامل فممكن تستفيد منه بفكرة زي اللي أنا ورتهي لك دلوقت طبعا زي ما قلتك الموضوع عايز أن أنت تكون دقيق في تحديد الجزء اللي أنت عايز يظهر في الصورة أو الجزء اللي أنت عايز تقصه من الصورة لازم تكون دقيقة أكتر منتهى البساطة الشابي كروب أداة مهمة من وجهة نظري حتساعدك كتير وأتمنى تكون عجبتكم وأي حاجة جديدة بتنزل في كانفا إن شاء الله نطلع نتكلم عنها زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد وتشوف قيمة أسرار برنامج كانفا وتشوف كل أدوات الذكاء الاصطناعية الخاصة بكانفا وكل الأدوات اللي ممكن تفيدك كمنشئ محتوى في كانفا ولو كنت من متابعينا الأعزاء ما تنساش لايك وشير وكممنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة